تلفح بقرأة المجرمين العتاه والقى الوقود على الشرار حتى اشعل في المنطقة النيران اردوغان الذي اعتزم بقرمه المؤثم اجراء مناورات عسكرية مشتركة لمدة خمسة ايام مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليا في الوقت الذي يحتدم فيه الخلاف بين تركيا واليونان بشكل متزايد بشأن ثروات الغاز والنفط في شرق المتوسط منذ ارسال تركيا لسفينة استكشاف الشهر الماضي في المنطقة مغامرة محفوفة بالمخاطر تخوضها انقرة من اجل تأمين الحصول على قدم في هذه المنطقة الحيوية المليئة باكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز فضلا عن مليار وسبعمائة الف برميل من النفط طبقا لكشف هيئة المسح الجيولوجية الامريكية حصول انقرة على موارد في شرق المتوسط فيها من عباء مالية كبيرة فتجاوزت فطورة الطاقة الخاصة بالبلاد اربعين مليار دولار في الوقت الذي تتربع فيه تركيا على اكثر اقتصادات العالم بؤسا وفقا لتصنيف وكالة بلومبيرغ الامريكية وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندنياس وصف تصرف اردوغان بالاحمق وسلوكه بغير الشرعية مؤكدا ان انقرة تعمل على زعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة الطموح التركي مارق عن القانون الدولية وينذر بنتائج عكسية وربما بحروب عسكرية في الوقت الذي تفكر فيه عدد من العواصم الاوروبية في فرض عقوبات على انقرة